الزمالك بقى عنده مطش في منتهى الأهمية الأهمية والصعوبة أمام المريخ السودان يوم الجمعة اللي جاي وصعوبة المباراة دي وأهميتها كمان بسبب الخسارة الأولى أمام شباب الوزداد يعني أنت بيتمحتاج الفوز وخارج ملعبك الزمالك يلعب بنفس التشكيلة وبنفس الطريقة ولا أنت شايف أنه في تغييرات مفهود تحصل في المباراة دي لا لازم يغير يعني لازم يغير ممكن في نص المرعب يعني ممكن بس ما هو أنا أنا النهاردة عمال أفكر طب إنت لو شلت واحد من الثلاثة الوراء بس دولة كده صعق يعني ده أحسن حاجة للدفنز نادي الزمالك لو لعب أربعة بتبقى الأمور صعبة قوي لأن عنده فيه اتنين عبد المجيد ومحامد طاري بالضبط عندهم بطء شوية يعني هو محمد طاري المدافع الزغير اسمه محمد طاري وحسن عبد المجيد ومحمد عبغاني عبغاني وعبد المجيد هم عندهم سنة بطء طاهر هو أسرع يعني هو أسرع واحد فيهم شوية بيقدر يغطي هنا أو يغطي هنا فأنا شايف إن التلاتة دولار أحسن حاجة ليك ممكن تغير كمان المسلوس يخش في التلاتة الوراء في التلاتة الوراء يبقى عندك لعيب عنده خبرة وعنده سرعة وبيؤدي أداء كويس في النقطة دي في نص الملعب لازم برضو يبقى في ناس بتدفع أكتر لأن أنت طبعا في فريس السوداني هيبقى عايز هو كمان يكسب والتحاماتهم انت عارف الالتحامات الأفريقية بتبقى قوية لا لازم يبقى فيه تغيير شوية في ثلاث عناصف شايف إن سيف جافر ما يبدأش المقبلة اللي جاية من وجهة نظر يعني يبدأ عامر السيسي مثلا ممكن يبقى أنت بتقفل كويس وبتقدر تلعب على الهجمة وش كبالة يبدأ شي كبالة يبدأ صراحة النهاردة أداءه يعني ما فيش أروع من كده وأداءه كويس جدا بس بحس برضو إن النهاردة نادي سموحة يعني قدم سحاك كتيرة أنا خايف إن أنا أقول لا ما يبدأش وفي الآخر لما يلعب يقدى أداء كويس بس أنا بقول إن لاش كبالة مش هيقدر يديلك مع ناس أقوية مع ناس صراع مش هيقدر يدي زي اللي هو عمله النهار شكرا أيضا من يقولك اللعيبة الموهوبة لزي شكبالة ولي طبعا تقدم بيه لعمر يعني على حكم السن واللياقة البدنية ما تبدأش بيه مباراة فيها التحامات بدنية في الأول ليه سيب اللعيبة اللي قدامك ترهك وبعد كده نزله بقى إيه يعمل له عايزه براحته بالضبط ما هو ده اللي أنا كنت إستا بقوله يعني أنا خايف إنه كذا بس هو لو لعب مثلا يوسف أو لعب مصطفى حتى أنا النهاردة مبسوط إنه هو ما لعبش مصطفى مصطفى شرب شرب يزبط ليه لأنه هو الولد ما عليه ضغطات جمدة حتى الجمهور يعني هتف ضده وكده فأنت كده بتحمل العيب صح مش زي الورد إنت الورد دي روح تودته يعني خليته يغرس وجمهور قعد لغاية ما ميشي يتعقد وميشي صح بس أنا بتكلم نادي الزمالك لازم يطور يعني إنت دهوقتي عندك فرود سامسونج وعندك واحد تاني يعني مش متذكر اسمه لازم الفترة الجاية تطور النازي لأن سيف سيف الجزيري لعب بالضبط 60-70 ديه وليته اختفى صح فأنت لازم عندك سيف الجزيري وسامسونج وعندك إبراهيمان الضايل ما نزلوش النهاردة بالضبط ما هي دي الكارسة برضو أن انت جايب لعب أفريقي بقى له فترة سويلة ما لعبش ما دي كارسة كبيرة يعني طب أنا جيبته ليه طب أنا ما استفدتش به لغاية دلوقتي بس هو إمكاناته كويسة لعب من اللعب الكويسة يعني أنا لما كان في ودي دجلة لما شفته في آخر حاجة في ودي دجلة كلايب كويسة كلايب كويسة عنده سرعات مهاري بيعمل مجوك كبير صح فهي نادي الزمالك الفترة الجاية الخوف أو المعاناة للفترة الجاية إنها مش هيبقى عنده فروت بعد سيف الجزيرة بفهم